اشتركوا في القناة فالمرة دي فيه بنوتها جميلة جدا تطوعت ان هي تشرح معنا الأودة هي منا البنة استمرت فيه فمشكرة على مبادرتها دي وأتمنى ان هي تكمل في التفكير الجميل ده انها فكرة انها تساعد الناس وتشاركهم بعلمها وشكرا ان هي كان منها وتقدر تبدأي تشاركها اشتركوا في القناة في ايرسكم شابتر ايت سكشن سكس تمام هو اللي هو عماتا الاورفيو بتاعه بيتكلم عن الفوسيلز فهو احنا اول بدقل لنا لذيذة جدا عن حاجة اسمها الفوديتشين الفوديتشين دي احنا عارفينها ان هو الحاجة او اللي بيستخدمها العلماء عشان يوضحوننا ازاي الارجانزمز بتكونكت مع بعض يعني انا مثلا كائن بشري بتتغزى على اللحوم اللي هي جاي من الابكار والابكار مثلا بتتغزى على الحشائش اللي هي اصلا بتعمل فوتو سنسلز فبداية الفوديتشين دايما بتكون من البروديوسرز اللي هي بشكل اكتر اللي هي البلانتس البلانتس ديت اللي هي بتميك زير اون فودي طب اللي بتغزى بقى على البلانتس دي او بيعتمد على البلانتس في غزائه بيكون اسم الكونسيومرز طيب عشان اكمل دول اللي هما بيعملوا الجزء الاهم في الفوديتشين بشكل عام يعني انا مسلا كليفينج سننزل دلوقتي بيجي علي وقته وبموت او او ككونسيومر انا ككائن بشري بيطلع بطلع ويستس ماتيريالز فأنا إيه اللي هيخلص لي البيئة من الليبينك سينجلز اللي بتمود دي ومن الويستس ماتيريالز دي دي كومبوزرز بشكل عام بدأت وكانت أول الدي كومبوزرز عندنا هي الفونغي والبكتيريا دي كانت بسيطة جدا للقاو وهندخل بوقتي سبشيالي في القاو بشكل تعمق أكتر وهنتكلم عن الفوصلز الفوصلز ليها أنواع كتيرة جدا بس البايزيك اللي بتاعهم بينقسم المنوعين البادي فوصل والتريس فوصل الفوصل زي عمتا هو يعني كان عندي احنا ضربا عارفين والجيرجيك تايم سكيل اللي هو التدرجات الكون يعني وهكذا الميس وزيك وستين وزيك وهكذا فاول حاجة اول نوع عندنا في الفوصلز هو البادي فوصلز البادي فوصلز بلوكوب او هتميزوا بحاجة اسمها الهارد بادي بارتس يعني انا كايم مثلا بشري عندي في جسمي هارد بادي بارتس وسوفت بادي بارتس الهارد بادي بارتس في جسمي مثلا زي اللي هو الاسنان والبونز العظم وهكذا السوفت بادي بارتس عندي زي السكان مثلا او الشعر او هكذا يعني فالبادي فوصلز بقى هي بالريزير الهارد بادي ممكن تكون الاكشوال ارجنزم او صنبرت اوف الاورجنزم احنا عارفين ان لو يعني انا خدينا اتكلم عن حاجة كسبشال كيس يعني في الفوصليزيشن اسمها يعني بتخص اكتر الصفت بادي لو انا عاني مثلا صفت بادي زي الجيل فاش هو صفت بادي جدا فلو باجت مش هي الحقيقة ان هو يحصل له فوصليزيشن لان هو يحصل له ديكموزيشن بسرعة جدا فدلوقتي مش هيحصل له ابدا فوصليزيشن غير في حالة واحدة ان هو لو لو وقع في مود وادفن في المود ده قبل ما يحصل له ففي الوقت ده هو هيكون فوصل وخلينا اقول ان البيس عندنا حاجة اسمها البيس البيس ديت اللي هي الاناليسيز او الكوليكتينج او ديتا يعني لعملية الفوصليزيشن ويعني صعب جدا ان انا احصل على بيس من الفوصليزيشن او كي او وبس انا خلينا نقول حاجة كمان ان بعض ان ان سم اورجانيزمز يعني نادران جدا لما بيحصل له فسوليزيشن او طبعا بخلاف اللي هي الاناليها دلوقتي بتاعت تاني نوع من الفوصلز عندنا هي تريس فوصلز تريس فوصلز بقى هي ريكورد مش بتاعة الارجنزم نفسه لا بتاعة الاكتيفتي بتاعة الارجنزم زي مثلا او القصر او يعني او التانل او عمتا اي ريمنانت بتاعة الارجنزم ده يعني هي اي اصر بقية من الكائن بس مش الكائن نفسه مثلا مش العظم التاعه او او اي مثلا بارت من الجسم هكذا خلينا نتعرف عن حاجة جديدة زي مثلا فيه دكتور يعني انجينير هكذا فيه ناس متخصصين في دراسة الفوصلز والفوصلز اللي هي الوقاية بتاعة الاصار وهكذا ده دول بيسموهم البالينوتالجست البالينوتالجست اللي هم السنتست اللي بيستضو بقى بيستضي الفوصلز المينز او في نوع كمان عندنا من الفوصلز قصدي المالد والكست والبرتفايد هنتكلم عن كل واحدة فيهم دلوقتي بتخصص اكتر المالد عمتا احنا كنا خدناهم قبل كده المالد اللي هو القالب القالب ده يعني قالب فاضي مفوش اي سنتمنتر لكسو جواه اما القصد ده قالب و ماليام اللي هو القصده اللي هو الطابع القالب و ماليام جواه كمان اللي انا قلت عليه اللي هو البيتريفايد فوصلز البيتريفايد فوصلز ده اللي هو الفوصلز اللي بتتحول الستون دلوقتي هناخد حاجة اسمها يعني نحن عايزين ان هو مش بس احنا قلنا ان الصفت باضي مش بس هو اللي بيحصل لها ديكاي لأ ده الهارد بارتس كمان ممكن ان يحصل لها ديكاي زي الفيرتبريت اللي هو الفقريات عامة والليف سيتيكالز ليف سيتيكالز وال والبولين والسبورس وهي كزا وهي بتعتمد مش حاجة معينة هي بتعتمد على الفيزنس تاعت الصير ولازم عشان الكائن اللي حصل له لازم يكون يعني اندفن زي ما احنا قلنا ان هو بيندفن في المض او هكزا اخر حاجة عندنا بقى احنا قلنا الاول حوار او ان لما بيكون عندي كائن بيفضل بيموت بينزل على الارض وبعدين المض بيندفن في المض بسرعة في المض قصفزي بسرعة قبل ما يحصل له دي كومبزشان فبالتالي هو بيبقى اتحول خلاص الفيزن الفيزن اخر حاجة عندنا خلاص بقى في الـ اه اللي هي الفيزن الفيزن اللي بتحتوي على عشان هي بتحب انها تعيش في الماضي ومش كل بتحتوي على واخر حاجة هقولها في ان بتحتوي على اقل من وبس كده انا خلصت انا قلت المعلمات المطلوبة مننا في وتلقيصا سريعا ويعني اولت تقريبا كل المعلمات الموجودة في إرسكم وبس شكرا شكرا جدا لك يا منا فعلا كافيتي وافيتي وشكرا للمجهودك ها بس ازود معلمات بسيطة عزيف بس معلومتين بساط بس ان احنا يعني ايه نسكرهم في البرزنتيشن بيجي منهم برضو اسئلة اكتر في الامتحان اول معلومة فيهم هي ان بيحصل لأي اي حاجة عيشة هتحصلها لازم زي ما منا قالت بتبقى من البكتيريا او الفانجاي ودي يعني ايه زي البرزنتيشن كده لان الكمبوزيشن بيحصلت زي ندات ديفس بتحصل لها وبعدين بتبدأ تدخل في اللايرز بتاعت الروس وتتحول يعني السويل وتتحول لمنرل تيقدر البلانت يستفيد منها تاني وبعدين يتبروها كاسف هي تعتبر تمام تاني حاجة حبيت انابه عليها ان هي يعني مش اي حاجة عندي هتحصل فصل اي حاجة هتحصلها دي كين بس مش اي حاجة هتتكون فصل ليه لان فيه من ضمن الكونديشن ان هو لازم ان الحاجة عشان تكون فصل تبقى اول ما تموت تدفن على طول ما يفعش انها تفضل لها وقت ان هي حصلها دي كين كده مش هيبقى عندي اي بون او اي حاجة انها تقدر تكون فصل وتكون لي سواء تريس امود ثاني حاجة انها لازم يكون زي مثلا وممكن يحصل للصفت بادي بارتز زي الطريقة اللي منا قالتها لجلي فش انها بارد في المد تالت حاجة لازم يحصل بريزيرفين الريمينز يعني ان ما يكونش فيها مثلا وليكن اي طائر شال الريمين ده قبل ما يحصل له يعني دي كمبوزيشن على يعني سوري بارينج بشكل كامل او ان ما يكونش تحرك من مكانه رابع حاجة ان الهاي برشور يعني ان يكون فيه برشور عمتا يعني على الجزء اللي انا بعمل له برينج او فوصيليزيشن ده ان هو يكون في طبقات اعميخة ايه تحت الارض عشان كده مش دايما بيلاقي الفاصلز كده بره نازم تكون في يعني ايه عندها برشور عيدي وخامس واهم حاجة اللي هي الانوكسك انبيرومنت او الانوكسك كونديشن اللي هي تكون كونديشن ما فيهاش اكسجن كتير ليه لان الاكسجن بيساعد في الديكومبوزيشن او ديكينج فالديكينج يعني لو حصل للحاجة ديكينج يبقى مش هيحصلها فوصيليزيشن فدي كانت الكونديشن سوف فوصيليزيشن والتاني احب اشكرك منا على مجودة معنا ودي الاسئلة يا شباب هي باجاباتها لو حد عنده اي مشكلة في اي سؤال منهم تقدر تكتبه في الكومنس وهنجاوب عليها ان شاء الله بس نشوفكو القول جاي ان شاء الله اخر القول معنا في المنهج الحمد لله في توفيق ان شاء الله جود لك باي اشتركوا في القناة